كل ما هناك سماعتاني بالحديث أنه هو أضعف بس بالواقع هو أضعف بالمقارنة مع تلتا ولكنه ليس فيروس ضعيف ونستهين به ونقول هذا بسيط وما عندنا مشكلة والمشكلة موجودة وقائمة وهو فيروس خطر ولو جاي وحدة قبل بداية الجائحة في شهر الثاني ثالث عام 2020 كان سببنا مشاكل أكثر ليس فقط للمؤسسات الصحية أصبحت أكثر قدرة وخبرة بالتعامل معها ولكن مناعت الناس بصورة عامة في المجتمع الآن تختلف عما كانت عليه قبل سنة ونص تقريبا أو سنتين رح يصير فاللي صار أنه إحنا متلقحنا بنسبة كبيرة هناك 9.8 بالعشر مليار جرعة أعطيت في العالم من اللقاحات أكثر من 60% من سكان العالم الآن ملقحين ولو بشكل ناشز غير متوزع بشكل جيد هذا الموزع عفوا بشكل جيد وهذه المناعة زائدا للناس اللي تمرضوا وطابوا أيضا صار عندهم أجسام مضادة وصار عندهم شكل ماشكال المناعة هذه المناعة المجتمعية اللي صعدت مع ظهور أوميكرون خلتها يبدو يظهر أضعف مع أنه هو فعلا قد يكون أضعف يعني هذه المتغيرات يجب كلها تأخذ بالحسبان إحنا لا يجب أن نحسب أن هذا فيروس ضعيف وأن هذا فيروس تمام إذن هو ليس فيروس ضعيف لكن هنا لك سياقات دكتور شاكر يدخلون مستشفيات من غير ملقحين في أمريكا عفوا خلينا أسألك لأنه أنا شخصيا يعني لست مختصا هو أضعف من دلتا ولكنه ليس ضعيف ترجمة نانسي قنقر